اشتركوا في القناة وهي أول عملية تحدث خارج إطار المؤسسة التربوية يوم الأحد وقال مهيار حمادي في تسريح لشمس فام أن عدد التلامذة الذين أبلغوا عن تعرضهم إلى الحقن بلغ سبع أطفال من بينهم طفل فقط من جنس الذكور وشدد على متابعة مكاتب مندبي حماية التفولة بكل منتزر وقفسة والمهدية وسوسة وتونس للموضوع مباشرتهم هذه الوضعيات مؤكدا متابعة المندبية والوزارة الأبحاث المتعلقة بالعثور على المشبوه فيهم كما أبرز حمادي ضرورة الامتباه إلى استدراج الأبناء من قبل الغرباء داعيا الأولياء إلى توسية أبنائهم بعدم التواصل مع أي شخص خارج الإطار العائلي وفي المقابل طمأن مهيار حمادي الأولياء بأنها حالات استثنائية لم تتحول إلى ظاهرة وربما الهدف منها التخويف وإثارة البلبلة وبث الخوف لدى الأطفال بالأساس كما قاعدين تسموا مش نوا قاعد يصير اليوم في تونس عندها ظاهرة ذي أكثر من جمعتين معناها كل مرة نسمعوا تفول معناها تحقن بمادة غريبة في بدنه إن شاء الله تكون رسالتي وسط الأولياء وضرورة توعيد أطفالهم مش ما يحكوش مع الغرباء أي واحد معناها جديد عليهم في الحومة كذين ديلوا لازمتكم معنات وعوهم بأي طريقة كانت حاولوا كيفاش توصلوا لهم الرسالة خطر كل صغير وعمره كل واحد ومخوك واحد يقبلها واحد ما يقبل إيش ثم لينسى الموضوع حاصيلوا ردو باكم على صغيراتكم وربي يحفظ لكم صغيراتكم وربي يحفظ بلادنا وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع